والله الدنيا شكلها حلو عندك ياكوس. الدنيا شكلها كويسة. اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني مش دازم تكون الحالة المادية هتعله بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله. شايفك بتقود عربة ومتجه بسرعة. انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية. وراكب عربة كمان يعني انت ماشي فلسبيد. فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس ما تقلقش من حاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجلي وراك. عندك عجلة حظ الدنيا ان شاء الله بتتسهل يعني الحاجات دلوقتي ان شاء الله بتتسهل. لكن فيه هنا شوية خوف انت خايف من حاجة معينة. خايف من تغيير في شغلك. واضح انه هيحصل. فيه حاجة هتتغير. الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يا رين. فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا. شكلك هتروح شغل تاني او هتتغير مكانك جول الشغل بتاعك. فيه حاجة عندك هتتغير. فيه موت لشيء وولادة شيء جديد. يعني. افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عملية تحول بتحصل عندك. معها بعدها تطور مادي تاني. يعني تطور عندك مادي مرة تاني. هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم. انت حباوزي الراوتر. اللي حصل بينهم انفصال. شكل في رجوع لحبيب قديم او ممكن او ممكن يكون او رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة. مش لازم يكون صديق. بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو. حاجة هتفرحك. هتبسطك. فيه ارتباط هنا. بس مش ارتباط جديد. يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي. وانه هما ماشيين مع بعض في خط واحد. عندنا كمان king of swords. اهو. بيقولك انت شخص ازاكي ياكوس ومحبوب. وعندك كمان بتبدي نصايح كويسة. والمنطق عندك. اه. المنطق عندك كويس. يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اه. اللي مش بيشتغل. اللي مش بيشتغل. فهو خايف من خطوة هياخدها. اه. حاسس ان هي هتغير حياته. وخايف ان هو ياخدها زي ما انتم شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين. وحاس انهم مش شايف قده مش شايف الخطوة اللي بعدها ايه. فعنده شوية قلق. اه. يبقى كرت ده بمعناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة. لو انت ما بتشتغلش. فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك. فيه موت لشيء. وولادة شيء جديد. اه الناس اللي مرتبطين. علاقتهم كويسة. الناس اللي حصل بينهم انفصال. ان شاء الله في رجوع. الناس السنجل. مفيش حاجة جديدة. اوكي. لخص القرية بسرعة. تطور مادي كويس. في عجل تحظ بالدور. الحاجات الوقفة ومتعطلة. هتبتدي تمشي وتتسهل. اه. في عندك عربة. انت راكب عربة وماشي بسرعة. وانت القائد. انت اللي بتحرك مفيش حد بيحركك. لأ. انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك. خوف من تغيير. بس هيحصل هيحصل. خفت او ما خفتش بس شكل. فيه تغيير جاي. فيه حاجة جديدة هتتعلمها. معاها. تطور مد جديد هيحصل. غير الاولاني. وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيزي عليك قديم. اه. وفيه ارتباط قوي نحو الشريك. للناس المرتبطين. كمان اللي هو بتاع الاتنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار. ان هما اتنين. فيه حاجة انت بتختار بينها. ما اعتقدش ان هما شريكين. مش وصل للموضوع ده ان هما شريكين. بس لأ. انت واقع في اختيار. اه. قوس. انا بس اللي بيخوفني منك التصرع بتاعك. حاول ان انت ايه. تاخد وقتك شوية في التفتير بلاش التصرع ده. بس الدنيا عندك الحمد لله شهر ده شكلها ماشا الله حلوة. قوي قوي قوي. اوكي. الجدي طيب. الجدي بتطلب كتير يا جماعة. حلوة قوي. يا ساعد مساكي يا هند. واحد وعشرين ديسمبر ايه? اه. ده اول يوم في الجدي حوتي. بازن الله يدعي. في حاجة حلوة في تغير ان شاء الله بس في تغير كويس. يعني تغير حلو ان شاء الله اللي جاي. والانترنت رجع الحمد لله. بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني. فخليني على البقاء وخلاص. شوف لاي منوراني. منوراني لحن الحياة اهلا بيكي. نصرعي فعلا ومساني بيزبقني. لما حالي هصابني. والله يا بنتي مش لوحدك ياريني. يعني كلنا. لحن الحياة واي حد جديد منوراني اللايب. اه. لو عجبك. بليز اعملي مشاركة يعني دوسي اعجاب والصفحة. ومتابعة لشان تشوفي الفيديوهات الجديدة. انا كل كل يومين بطلع اللايب. تعالي نشوف بقى الحالة العطفية اخبارها ايه? ولا عفايا ليه يعني ايه يا صافي? يا حبيبتي يا مروة ده انت اللي امريني. ازيك يا روحي. لأ قاعدت واني يتكوني جاة تقولي كده وتمشي يعني. لأ خليكي اعدم معاني. مساء الفل يا حكاية تعيشي. اوكي. تمام. يلا. الحالة العطفية للمجموعة الاولى. تسلميلي يا هديد. عن القوس. احنا بنقول القوس النهاردة هو. يتقال. وقلت بدله برج تاني. ليه? مع ان التصويت كان صالح الحمل. بص يا اسراء. هو فعلا حصل. قلت الحوت بدل الحمل. بس رجعت قلت الحمل. وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت. والفيديو ده انا مساحته. يعني انا مساحته بنفسي لانا كنت خايفة تكون من الصفحة تقفلت. بقد يعني بسببه هو. ده انا قلت حاجة غلط في الستريم ده. فعملت له دليت. انا شلته. بس انا قلته والله يا حبيبتي. بس ان شاء الله هعيد قريته تاني. ولا يهمكو خالص. يا حبيبتي يا شايمة اسلامي. مساء الفل يا سعيد. لو خدتوا بالكم ارجعت الكروتي القديمة تاني. بشحن الجديدة. يلا بينا. الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس. الحالة العطفية التي يتم這麼rásali بلشمية الاولى برج القوس. الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس. حالач Predesta انا المzugeفى برج قام برج القوس. حالة العطفية الاولى برج القوسن linear برج القوس كنیج جديدة. أستط chegما تفضح للا غقد نبدأ. ان honestly تم زيDer ال sytuات القوس. حالة العطفية أو عطفية للـ حيئبتي. حالة العطفية. طيب انا ليه حاسة ان الطاقة عندكم في الحالة العاطفية مش حلوة يا كوس بصوا واضح انه فيه اختيار فعلا الشريك القوس قصدي القوس عايز يحسن اختيار شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم او انه هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر يعني حاسس انه هو مش مرتبط بكفاية ما عرفش هو حاسس حاسس ان علاقه مش مكحه قوي حاسس ان هو مش حاسس بامان قوي طلع كارت الشمس يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعادة عنده نقص في حاجة شايفش ليكو ازاي شايفش ليكو بيحبه يعني هو عارف ان هو بيحبه طب ايه الموضوع شايف شخص رومانسي شايف ان هو شخص رومانسي يمكن هو رومانسي بس ببقاش رومانسي معاك ولا ايه الموضوع الطاقة فيها جرح فيها قلب حزين فيها حزن الشريك بقى عايز ايه الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي يعني واضح انه ممكن تكون بتقطق الايام دي سلبية شوية فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد عايز ايه كمان عايز زي ما تقوله حد كبير يحكم بينكو يعني يقول ايه مين غلطان ومين مش غلطان شايفك انت ازاي ازاي شايفه حز يعني هو شايف ان هو بيمده بالحZ اه وبييمده باليعني زي ما تقوله بيتفاقل بيه بي لما بيبقى معاه امورو تتسهل تفاعمين وشه حلو عليه شايفين هو وشه حلو عليه اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقلش ما فيش مواجهة بتحصل هتبتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية ممكن تكون مرحلة احسن مرحلة احسن شوية بس فيها برضو عزلة يعني انا شايفة ان القص منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر يعني رأيه يا جماعة طب احنا حطينا قلنا عن مشكلة طب انت يا قوس شايف ان الشيكك بيحبك لو القراءة زي ما انا شايفة كده ان القراءة ماشية صحة انت شايف ان الشيكك بيحبك وانك انت وشك حلو عليه وكل الحاجات الحلوة دي ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او ان انت حاسس انه ان هو مش مرتبط بيك كفاية وان العلاقة مش ناكحة وانت مش سعيد حاس انت مش سعيد كفاية العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير ده انا مش شايفة ان هو قرار صح انا شايفة انه لو عايز تقرب قرب بس قرب مش شايفة مشكلة انه تتقرب وتتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللجواك وشيكك هيسمعك لانه بيحبك يعني السبق الازداد بالبساطة دي بالزبط كده هو بيحبك فهيسمعك وبس وشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي اكوس يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي هو حابب يكون فيه هدوء شوية لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني ايمة بالواجب معاه ومش شايف ان هو يعني فيه سبب بيخليك تكون متدايق منه بالطريقة دي فمش عايز مشاكل وانا صراحة اعذره في حاجة زي دي ترى ما مفيش مشكلة اساسية يعني انتوا قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عارفاها بس ده الصورة العامة الصورة العامة الشريكك بيحبك اه شريكك اه مش عايز يعمل مشاكل معاك وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره امان فياريت عادوها بقى مع بعض كده اديكوا في ادين بعض شبكوا اديكوا كده وعدوا روحوا بره الامان مع بعض بهدوء كده لان ما فيش اي داعي للي انتوا عاملينه ده كويس جدا يا عبير حل حلو جدا خلاص يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا ادين بعض كده وعدوا كده بناحية التانية بالراحة والمواجهة مش شرط اه تكون المواجهة فيها اه يعني عنف انتوا محتاجين تتواجه اه انت محتاجين تطلع لجواك بس فطلع وارتاح يعني قول لجواك وارتاح الاسد اتقال صحيح يا للا احنا قلنا برج الاسد بشكرك يا رؤى جونينا انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عنده حلو قوي القوس المرحلة الاولى هنشوف دلوقتي المرحلة التانية اخبارها ايه انوك صح اوي بشكرك يا اسيل مش مهتم بيك هاي دي مشكلة حلوة قوي يا ام ادهم وصلنا لي المشكلة الاساسية طيب مش مهتم هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عنده حاجات اه تعباء اصلا قرادي ام اه ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده فابتده اهتمامه يقل من عندك شوية لو دي الحالة معلش يعني استحملي شوية يعني عدي شوية عزورية التمثيل والعزور اه وبطريقة ظريفة كده يعني مين حايديني اهتمام ليرك انا احتاجة شوية اهتمام يعني انا عارفة انا مقدرة ان انت عندك حاجات ومشغول وعندك شغل والحاجات دي كلها بس انا برضو ليا يعني اكيد اه انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروض تهتم بيها فانا عايزة بس شوية اهتمامه موضوع بسيط خالص والله مش مش محتاج العزلة يعني مش محتاجة عزلة خالص يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة كلمكم سحب اشكرك يا هودا العزراء قريب حبيبتي حاضر حبيبتي يا شقاوت اسكندرية العافية اهههههههههههه وعفقا كلامك صحي جدا بسبب البعض الاهمار وعدم الاهتمال اههه فهمت 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 بسيطة قوي يا جماعة والله بسيطة مين عامل حاجات بتعيط لأ تليز انا عايزة ولوب ولايكس اه تم استهلاك المتاح خلصنا خلصنا الانترنت. طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة. لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع. القوس هنا في ارتباط. ماشي? واتفاق نحو المستقبل مع شخص. حالو بالكوة القوس